تتواصل في أوكرانيا العمليات العسكرية الروسية وسط مساعر دولية لإتناء موسكو عن الخيار العسكري وسحب قواتها هذا ويمثل الهجوم الروسي على أوكرانيا خطورة كبيرة على أمن القارة الأوروبية والعالم برمته في ظل المواجهة المحتدمة بين روسيا والغرب والمزيد مع زميلة رغدا أبو ليلى أهلا بكم بينما يحبث العالم وأنفسه لمتابعة تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وما ستقول إليه التوترات بينهما تتجه الأنظار سوب الدولتين وتحديدا لرصد قدراتهم العسكرية في محاولة لتوقع نتائج حرب يقول الغرب إنها باتت وشئكة وفقا للمعلومات التي نشرها موقع جلوبال فايب باور الدولي والمختص بالشؤون العسكرية واللوجستية نجد أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بينما يحتل الجيش الأوكراني المرتبة الثانية والعشرين وعلى صعيد حجم موازنة دفاع للجيشين نجدها في الجانب الروسي تصل إلى 154 مليار دولار بينما يتصل موازنة الجيش الأوكراني إلى 11.8 مليار دولار فقط على جانب آخر نجد أن روسيا لديها ما يقرب من 850 ألف جندي في الخدمة الفعلية مقابل 200 ألف جندي في الجيش الأوكراني تفوق روسي في العدة والعتاد بفارق كبير وفقا للأرقام الرسمية تجلى خلال مقارنة موقع جلوبال فايب باور الدولي بين الدولتين بذلك نجد أن الميزانة نظريا تميل كفته ناحية الجانب الروسي لكن حسابات الواقع لها رأي آخر فأوكرانيا ليست وحدها على الجبهة بل تقف معها الولايات المتحدة والغرب ممثلين في حلف الناتو وبالاقتراب من قدرات حلف شمال الأطلسي الناتو نجد أنه يتكون من 30 دولة بينها الولايات المتحدة والتي يعد جيشها أطخم الجيوش المشاركة في الحلف كما يصنف الناتو أنه أطخم تحلف عسكري في العالم وبحسب موقع جلوبال فايب باور الأمريكي نستعرض مع حضراتكم الترتيب العالمي لأقوى جيوش في حلف الناتو وبطبيعة الحال يتصدر الجيش الأمريكي التصنيف العالمي بقدرات عسكرية قوامها 13 ألف و247 طائرة وستة ألاف وستمائة واثنتة عشرة دبابة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وثلاث وتسعون مدرعة بينما يتكون الأسطول الحربي من أربعمائة وأربع وثمانين وحدة بحرية ثم يحل الجيش البيطاني في المركز الثامن ويمتلك ستمائة وثلاث وتسعين طائرة حربية ومائة وسبع وعشرين دبابة وخمسة ألاف وخمس عشرة مدرعة يتكون أسطوله الحربي من خمس وسبعين وحدة بحرية وفي المركز الحادي عشر يتربع الجيش الإيطالي حيث يمتلك ثمانمائة واثنتين وستين طائرة حربية ومائة دبابة وستة ألاف وتسعمائة وثمانية مدرعة كما يتكون أسطوله الحربي من مائة وأربع وثمانين وحدة بحرية وفي قائمة أقوى عشرة جيوش بحلف الناتو نجد كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا ثم بولندا واليونان القدرات العسكرية للحلف تحركها المبادئ السياسية وأبرزها البند الخامس للدفاع المشترك والذي يلزم كل دولة عضو بالمشاركة في الحرب مع أي دولة أخرى تتعرض لا تداء هكذا تبقى المقارنة بين روسيا وأوكرانيا كغيرها في النزاعات دائما ما يكون للأرقام حديثها النظرية وتكون للحسابات السياسية وعواقبها القول الفصل ويبقى الحل الدبلوماسي السلمي هو الخيار الأفضل للجميع